يعني اليوم كل الأردنيون صحيين بفرحة النجاح وفرحة الانتصار وإحنا بنعرف بأنه الرياضة بتجمع الناس من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف طبقات الاجتماعية وإحنا اليوم كلنا فخر وسعادة بمنتخبنا الأردني وبالنتيجة اللي حصدها بأولى مبارياته مع نظيره السعودي ضمن مباريات كأس العرب فيفا قطر 2021 مبروك للمنتخب الأردني شكرا أنكم أبسطتونا شكرا على الأداء الرائع وشكرا على الهدف النظيف برافو عليك يعني أحلى خبر قرأته اليوم الصبح حقق منتخب الأردن فوزا ثمينا على نظيره السعودي بهدف نظيف اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري ما بتتخيلوا قديش صنعته ابتسامة وفخر وحب في وقت إحنا يمكن في أمس الحاجة به إلى الفرح أنتوا فرحتونا اليوم قلنا بما أنه يوم خميس خلينا نعمل موضوع خفيف ظريف لطيف فاليوم بنسألكم سؤال شو آخر مصيبة عملتوها؟ احنا ما رح نقول لأنه عملنا يعني بس ما رح نقول آخر مصيبة عملتوها بسيطة مش بسيطة كذا منحب نسمع أصواتكم على الهواء مباشرة حطيت السؤال عندي على انستغرام وردتني عدد من الأجوبة رح أناقش سترهب فيها يلا أنا وناديا بدنا نعوفي الكوكب وضيمة آه والله احنا هيك مقررين أنا وراهو فيها بالضبط يلا سمعيني بلاوي الناس ومصائب الناس اللي عاملينها طيب قولي ستوب إذا في مشكلة بلكتعليق عليها أوكي يلا أو مصيبة بلكتعليق عليها يلا زوجتي من خلال بنتي اللي عمرها تسع سنوات لك تطرمز القفل للجهاز وهي نبلشانين من مبارح بين تبريخ وتوضيح وهوشات وقصص طرمة مين اللي بدأ بالقصص طرمة؟ قولي له للمستمع بسوف الستماء واها عرفت باسور جوزها من بنتها اللي عمرها تسع سنوات المصيبة الثانية اشتقت فاتصرفت ففوتت بالحيث مصيبة الثالثة طلعت حامل وأنا ما بدي بهذا الوقت مشان وضع المادي ما بيساعده حائرة والشوق بين عيوني هاي يعني أنا هون ستوب قالي يعني شوفوا هاي نعمة ناس بيقطعوا حالهم وبلفوا العالم وما بيخلوا دكتور أو مستشفى عشان يحملوا صح فحتى وإن كان الوقت غير مناسب أنا مع تنظيم الأسرة وأنا مع إنه مش مع الولد بيجي وبتيجي رزقته معه يعني بالمعنى الحرفي ولكن إذا صار الحمل لأ هاي يعتبرها نعمة وربنا بيدبر هاي نعمة هاي مو مصيبة عمرها ما بتكون مصيبة صح صدقيني هاي نعمة يلا مكملين معكم بمشوارنا الصباحية صح صح واليوم عم نحكي عنه يعني سؤال طرحتهم أدية على إنستجرام وأيضا إحنا إذا بتحبوا تتواصلوا معنا لقمنا هو 06569 ما أنه الأجواء خميسية أخر مصيبة عملتها يعني كلنا بنعمل مصايب بس في هيك في مصايب أهون بل يعني في إشياء بتعدي في إشياء أهون من إشي صح شوفي رهوفة في ست تعتقد إنها عملت مصيبة أنا بنظري مش مصيبة بعت ذهباتي عشان أعالج أمي بدون علم زوجي بس عرف صارت مصيبة سودة بس المهم إنه أمي اليوم منيحة طبعا شو بتقولي لها أنا بقولها أنت أصيلة أصيلة وزوجك إذا ما باسع راسك وقال لك آه والله اللي بتعمل هيك معدنها أصيلة وبكرة بتوقف معي في حال لا سمح الله أنا مرضت ما بيكون زلمة كتير صح عنده بر والدين ما تخاف منه برافو وعلى سيرة اللي ما بيكون زلمة واحد بعث إنه هو بضحك بحكي مع خمس بنات وكلهم واعدهم أخطبهم الجمعة الجاي الساعة أربعة العصر يا سلام إنه هو هيك شو يعني بتفشخر إنه هاي هي الرجولة دون جوان زمانه عصره إنه هو بلعب بمشاعر بنات العالم والناس واعدهم كلهم يخطبهم الساعة خمسة وحطي لي وجوه بتضحك كنت أرد عليه بعدين قلت هذا النوع ما بنرد عليه صح خليه مبسوط باللي عامل خلي شوفي باللعلي شوفي بلاوة جديدة قلت لجوزي إني حامل عشان ما أشتغل بالبيت ولا أطبخه أضل مرتاحة وبعد شهر حكيت له نزل للحمل وضليت بعدها شهر مرتاحة ما بيزنير شو أحكي لها هاي ما بصير يا عمري بصير شهاد الحكية طب بعدين يعني يعني ما بعرف دايما الكزب حبله قصير يعني مش عادي راب شوفيها شوفيها هاي عملت أكاونت باسم حبيبته القديمة عشان أشوف إذا لسه ببعتلها وبحكي معاها أوكي فشو بعتلها الجوز شو عملت بأكاونتك القديم يي يعني هو عطوار صول ها متبع لها كل الأكاونت راب تاني بشغلة أنا ما بحيب حركات إنه أدخله من أكاونت غريب يعني شو هاللفة العجيبة بعدين دو قلك شغلة هادا نظام التجسس اللي بعملوه بعض السيدات بضحك لأنه فاهمك شغلة انتي إحساسك دايما صح إذا بتحسي في إشي غلط يعني ليش في ستات بتلاقيها إمري حراسة ومتهنية ولا بتشوك فيه ولا بتغار عليه ولا بتتبع له ولا بتشوف حتى شو عمل على إنسجرام وعلى فيسبوك لأنه هي مش حاسة في إشي غلط لما تحسي إشي غلط بيغطي النظر عن المرأة مين؟ كتير صح يعني شو بهمك هو مع مين عم بيخونك ولا مع مين عم بيحكي؟ المهم إنه عم بيخون المهم إنه عم بيخون صح ففش داعي تعملي فيها كونان حد زد في جداي